توتر في الموقف الميداني وجادل سياسي يكتنف أحدث اتفاق ابرمته السلطة الشرعية مع المتمردين الحوثيين برعاية أممية حول مستقبل مدينة الحديدة وموانئها الحديث عن مرجعيات قديمة، الحديث عن 22 ستة أشخاص كلها، يعني مجرد حديث رقمها للإسترد ففيما تواصلت المواجهات العسكرية في محيط مدينة الحديدة قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر عضو وفد المشاورات من جانب ميليشيا الحوثي عبد الملك العجري جدلا بشأن مضمون اتفاق السويد بنفيه في حديث لصحيفة الثورة الصادرة بصنعاء، ما اعتبرها مزاعم بشأن تسليم ميناء الحديدة موضحا أن بنود الاتفاق لا تتضمن تسليما للموانئ، بل إعادة لترتيب الوضع لما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية لليمنيين على حد قوله تصريحات وصفها وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني بالانقلاب الصريح على اتفاق السويد الذي لم يجف حبر توقيعه، وأكد في تغريدة له أن الاتفاق نص على انسحاب الميليشيات من الحديدة وموانئها الحديدة والصليف ورأس عيسى وزير الخارجية خالد اليماني بعث برسالة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث طالبه فيها بممارسة الحزب المطلوب لضمان تنفيذ الحوثيين بنود الاتفاقات التي جرت توصل إليها في مشاورة السويد والانسحاب الكامل وعدم إبقاء ميليشياتهم تحت مسميات مختلفة وحذر اليماني من استغلال الحوثيين للفترة الفاصلة بين إعلان الاتفاق والسريان عمل اللجنة العسكرية لنهب المدينة ووضع سكانها تحت رحمة مجرمي الحرب الحوثيين كما جاء في الرسالة وتحفظ الوزير اليماني في رسالته على مواردة في إفادة غريفث أمام مجلس الأمن والتي أوضح فيها أن الحكومة اليمنية تتحفظت على الإطار العام للمشاورات في حين أن الأمين العام للأمم المتحدة تعهد للرئيس هادي بأن الإطار العام لن يتم اعتباره ضمن مخرجات جولة السويد بل سيتم النظر فيه في الجولة المقبلة من مشاورة السلام كما أبداليماني في رسالته استغرابه حيال تجاهل المبعوث الدولي لرفض الحوثيين مبادرة فتح مطر صنعاء عبر مطر عدن الدولي ورفضهم كذلك للورقة الاقتصادية قد لا تسير الأمور وفق ما خطط له المبعوث الأممي في ظل هذا الجدل السياسي والتوتر الميداني أمر قد يزيد من وثيرته مضي مجلس الأمن نحو اعتماد قرار جديد بشأن اليمن يقول المراقبون إنه سيخلط الكثير من أوراق الأزمة والحرب في هذا البلد ترجمة نانسي قنقر